للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلي في استوديو التلفزيون المصري الأستاذ علي عاطف الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية برحب حضرتك ضيفا كريما معنا تطورات سريعة ضغوط تمارس على إسرائيل لأهمية دخول المساعدات إلى قطاع غزة لكن الأمر ما زال يراوح مكانها ما هو تعليقك؟ أعتقد أن ما يمنى حتى الآن دخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية التي تجي إلى مطار العريش هو العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل على الحدود قد تم ضرب المعبر رفح من الجانب الفلسطيني خلال الأيام الماضية أكثر من مرة وبما أعاق تحويل هذه المساعدات وإرسالها إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية وأعتقد أيضا أن الأوضاع الحالية والعملية العسكرية الإسرائيلية الجرية في الوقت الحالي في قطاع غزة تعوق أيضا تحويل هذه المساعدات ودخلها إلى قطاع أعتقد أن الجهود الدولية حتى الآن لم تضغط على إسرائيل لإدخال هذه المساعدات إلى داخل قطاع غزة ولكن أعتقد أن القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي العمام دور محوري في هذا الشأن وأعتقد أن قمة السلام التي من المقرر أن تعقد غدا السطس أعتقد أنها ستلعب دور محوري في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وليس فقط هذا أعتقد أن هذه القمة أيضا سوف تساعد في إيقاف سفك الدماء فيه داخل الأراضي الفلسطينية وإيجاد حل للأسراط الجارية في الوقت الحالي في قطاع غزة وفلسطين ومحاولة إيجاد حل دائم وعادي للقضية الفلسطينية وهو دور أيضا ترعى مصر منذ عقود بشأن يحل القضية الفلسطينية وعن طريق خارطة حل الدولتين التي ترعى مصر منذ عقود نعم خارطة طريق على المسار السياسي سمرت على مدار سنوات لكن دائما ما تقابل بالتعنط الإسرائيلي والدعم الأمريكي الذي يختلف بنسبه ما بين دعم تام لإسرائيل وما بين مواقف قد تظهر وسطية لكن على فترات متبعدة ومن ثم تتوقف المفاوضات على الطويلة لكن تصرحات جوتاريش في الصباح من معبر رفح المصري بأهمية دقول المساعدات الباب الإنساني الذي يتحدث من منطلقه لم يلقى استجابة حتى اللحظة التنصيق المصري الإسرائيلي في هذا الصدد لفتح المعبر برأيك كيف يخفف من هذه المعاناة من هذا التضييق الذي يعانيه الشعب الفلسطيني وتحديدا سكان قطاع غزة منذ أيام أنا أعتقد أن الأسف الدورة الأمريكية خلال الفترة الماضية لم يكن على النحو المطلوب أعتقد أن الولايات المتحدة الملكية كان دورها خلال التسعينات خلال فترة التسعينات فيما يخص إسرائيل إسرائيلي الفلسطيني كان أكثر إيجابية ولكن خلال الإدارات اللاحقة في الولايات المتحدة الملكية كانت دور أقل فيما يخص رعاية المفاوضات السلام رأينا على سبيل المثال في التسعينات كان هناك مفاوضات أوسلو كان هناك اتفاق ما بين الأردن وإسرائيل اتفاق سلام فكان الدورة الأمريكية أكثر إيجابية ووضوح في هذا الشأن ولكن خلال الإدارات اللاحقة الدورة الأمريكية أعتقد فيما يخص مفاوضات السلام أو حل القضية الفلسطينية بشكل عاجل أو بشكل دائم قد تراجع خلال الإدارات اللاحقة سواء فيما يخص على الخصوص الإدارات الديمقراطية ويعني ترامب على سبيل المثال قد يعقد أكثر من القضية الفلسطينية حينما اعترفها بالقدس عاصمة لإسرائيل ولكن إدارة أيضا الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ونحن السفارة الأمريكية فيه بالطبع بالطبع فالإدارة الحالية أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية قد عقدت الأمور أكثر وأعتقد أن الدعم الأمريكي لإسرائيل وزيارة الرئيس بايدن لإسرائيل الأخيرة قد يعقدت من الأمور أكثر ولأنها دعم لها فيما يخص الأوضاع الجارية وأنها ربما تطلعها الضوء الأخضر كي تقوم بالعمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة فأعتقد أن هذه الأمور تعثر أكثر من محاولة حل الأسرع الفلسطيني الإسرائيلي ولكن بشكل دائم وليس بشكل مؤقت فقط ولكن أعتقد أن الدورة الأكثر أهمية أو الأمر الأكثر أهمية في الوقت الحالي هو حل القضية الفلسطيني حل الإسرائيلي الحالي في غزة وإيقاف التصعيد العسكري وإيقاف العملية البرية التي تنوي إسرائيل القيام بها خلال الفترة القادمة وتوقيف سياسات العقب الجماعي كما وصفها سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كان مباحثات ما بين سيد الرئيس ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سونك اتفاق المواقف بشأن حل الأزمة بشأن دخول المساعدات واستمرارية واستدامة دخول هذه المساعدات نقاط كانت فيها تلاقي متى يتحرك الموقف إذن؟ أعتقد أن الأوروبيين خلال الفترة الماضية قد اتخذوا مواقف أكثر حزم انتجاه ما يحدث فيه لراضي الفلسطينية من المواقف البريطانية لا نستبعدها كثيرا عن المواقف الأمريكية أعتقد نعم المواقف البريطاني البريطانيا علنت خلال الفترة الماضية عن دعم لإسرائيل ضد ما تقوم بها حركة حماس في قطاع غزة ويعني هذا الموقف البريطاني يقف جنبا إلى جنب إلى جانب الدور الأمريكي فيما يخص إسرائيل حالي سواء على المستوى الاستراتيجي فيما يخص الإسرائيل الفلسطيني الإسرائيلي أو فيما يخص التطورات الجارية في قطاع غزة منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي أعتقد أن المواقف البريطاني أكثر دعم لإسرائيل أكثر منه إلى حل أو إيقاف التطورات الجارية في قطاع غزة ولكن هذا بشكل جزء ولكن بشكل عام أعتقد أن المواقف الأوروبي بدأ يشهد تحرك أكثر تجاه حل القضية الصراع الحالي في قطاع غزة أعتقد أن المستشار الألماني أيضا أولف شولز قد التقى برئيس السيسي خلال الأيام الماضية والمستشار الألماني نفسه طالب بتحقيق عاجل وفوري فيما يخص الهجوم على المستشفى المعمداني في قطاع غزة فأعتقد أن المواقف الأوروبي بشكل إجمالي بدأ أنه يشهد تحريك للمياه الراكدة فيما يخص التطورات الجارية في قطاع غزة واستهداف المدني لكن إسرائيل لم تتوقف عن قصف البنايات عن قصف المنازل عن قصف الأماكن المقدسة الكنيسة التي قصفت في الأمس في الأراضي الفلسطينية وهي من أكبر الكنائس على مستوى العالم بالطبع إسرائيل للأسف إسرائيل قد رأت زيارة الرئيس بايدن أو ترى أن هناك دعم أمريكا أو دعم أوروبي لها فيما يخص العملات الجارية حاليا ضد حماس من جانب وضد الفلسطيني من جانب أخر فيها يعني رأت أن هذا الضوء أخضر واستمرت في عملاتها الجارية ولكن أعتقد أن إسرائيل لها مخطط معين ومحدد فيما يخص ما يحدث في قطاع غزة في الوقت الحالي وهو تهجير الفلسطينيين من خارج قطاع غزة إلى جنوب القطاع وهذا هو أعتقد أن هذا هو المخطط الرئيسي لإسرائيل فيما تقوم به حاليا وهو بالطبع أمر يرفضه الفلسطينيين وترفضه مصر وترفضه الدولة العربية فأعتقد أن إسرائيل هذا المخطط تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة عبر عملات الإبادة الجماعية وهو ما تقوم به في الوقت الحالي قامت بضرب القطاع وضرب سكان القطاع وضرب مواقع معينة في قطاع غزة بالطيران وأعتقد أنها تستعد في الوقت الحالي لإستكمال هذه العملات الإبادة عن طريق الاجتياح البري لقطاع غزة وأعتقد أنه أيضا سيكون هذا برأيك هل سيصبح هذا السيناريو واردا بعمليات اكتياح بري من إسرائيل لقطاع غزة؟ أعتقد أن الوقت المتحدة لما كانت نفسها حضرت رئاسة الوزراء في إسرائيل من عملية اكتياح بري لقطاع غزة أعتقد أن لها مخاطر أو لن تكون سهلة مثل ضربات الجواية ضربات الجواية أمر يسير لإسرائيل ولكن أعتقد أن الاجتياح البري سيكون أمر أكثر صعوبة ستواجه إسرائيل بعدد سكان قطاع غزة به 2 مليون و300 ألف مواطن فلسطيني فأعتقد أنها ستواجه بقوة أولا قوة من الفصالة الفلسطينية الموجودة داخل قطاع غزة وأعتقد أنها ستواجه السكان نفسها الموجودين في قطاع غزة فأعتقد أن العملات بري ستكون أكثر صعوبة من العملات الجوالية التي تقوم بها إسرائيل وهو ما دع بعض الأطراف ليس فقط للولايات المتحدة ولكن أدت أطراف لتحذير إسرائيل وتحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي من عملية عسكرية بري في قطاع غزة أعتقد أنها ستكون صعبة التبعات ستكون أوسع بالطبع أعتقد أن هذه العملية بالنسبة لها ستكون يعني هي الأصعب منذ عقود بالنسبة لإسرائيل لن تكون سهلة على الإطلاق هناك فصال فلسطينية كثيرة هناك أيضا فصال أخرى في المنطقة قد دخلت على خط الصراع ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الأيام الماضية هناك حزب الله أعتقد أنه من لبنان بدأ هناك صراع ما بين حزب الله وإسرائيل وهناك ضربات متبادلة ما بين الاثنين خلال أيضا في الوقت الحالي أيضا هناك إذن المواجهة على أكثر من جبهة بالطبع المواجهة لكن كمان هناك ظهير شعبي واضح جدا إلى جانب القادة العرب برفض تهجير الفلسطينيين والحفاظ على قضياتهم يوم جمعة تحية مصر وقفات احتجاجية في كافة المحافظات والكثير من المادين المصرية دعمة لمواقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية الأمن القومي المصري بمبدأ عدم تهجير الفلسطينيين وتركهم لأراضيهم كيف ترى هذا الأمر كأوراق ضغط شعبية؟ نعم يعني أعتقد أن الدعم أو الحشود الجريف في مصر في الوقت الحالي لدعم سيادة الرئيس فيما يخص دعويته ليه منع أولاً لوقف صفك الدماء في الأراضي الفلسطينية ومنع تهجير الفلسطينيين إلى جنوب القطاع إلى سيناء الرئيس أعلن عن رفض هذا الأمر وأعتقد أن الحشود في الوقت الحالي في مختلف محافظات مصر هي إعلان لدعم أولاً خطط القيادة السياسية فيما يخص هذا الأمر وأعتقد أنه دعم أيضاً للرئيس نفسه فيما يخص يعني كيفية إدارة الأزمة في الوقت الحالي وكيفية إدارة مسألة الأمن القومي المصري في الوقت الحالي وهو إعلان دعم للرئيس والقيادة السياسية وأيضاً إعلان شعبي من جهة المصريين لرفض ما يحدث أيضاً الآن في الأراضي الفلسطينية فيما يخص إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة أعتقد أن هذه الحشود تعبير عن هذين الأمرين والحقيقة ليست بس في مصر الحقيقة في عدد من العواصم العربية المختلفة